موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات دروس مادة الجيلوجيا للصف الحادي عشر علمي في الفصل الدراسي الأول معكم أستاذة فضل المسلم معلمة الجيلوجيا واليوم سأقدم لكم الحلقة الثامنة بعنوان تكون الصخور النارية تشكل الصخور وحدة بناء القشرة الأرضية وهي عبارة عن مواد صلبة طبيعية تتكون من معدن واحد أو عدة معادن لكن كم حدد أنواع الصخور في الطبيعة؟ لدينا ثلاثة أنواع مختلفة صخور نارية وصخور رسوبية وصخور متحولة هل يمكن أن يتغير نوع الصخور؟ نعم يمكن ذلك لنتعرف على كيفية تغير نوع الصخور ولندرس دورة الصخور في الطبيعة وعلاقة الصخور فيما بينهم تبدأ دورة الصخور في الطبيعة من مادة الصهير حيث تذقب مادة الصهير بالمادة الأم توجد مادة الصهير في باطن الأرض وتتميز بأنها ذات صخور منصهرة وذو درجة حرارة مرتفعة تتعرض مادة الصهير لعوامل تبريد سواء كان التبريد سريعاً أم بطيئاً فينتج لدينا أول أنواع من أنواع الصخور وهي الصخور النارية تتعرض هذه الصخور النارية لعوامل تؤدي إلى تحولها وهما عوامل الحرارة والضغط فتتحول الصخور النارية إلى صخور متحولة ثم تحدث ظروف معينة للصخور المتحولة والصخور النارية تتعرض لأحد هذه العوامل الموجودة لدينا مثل عوامل التجوية وعوامل التعرية سواء كانت أمطار أم رياح أم عوامل نقل فتكسر وتفتت هذه الصخور وتحولها إلى رواسب مفككة هذه الرواسب المفككة تتعرض لعوامل التحجر فتتحول لدينا من رواسب إلى صخور رسوبية هذه الصخور الرسوبية ممكن أن تتعرض إلى عامل الحرارة والضغط فتتحول لدينا إلى صخور متحولة أو في ظروف معينة تتعرض الصخور الرسوبية لعوامل تجوية ونقل وترسيب وتعاد إلى هيئة الرواسب عند الصخور المتحولة والصخور الرسوبية والصخور النارية في ظروف معينة تنصخر هذه الثلاثة الصخور وتعاد إلى مادة الصهير الأولى في الشكل الذي أمامك عزيزي الطالب يوضح لدينا الشكل الموجود في كتاب الطالب لدورة الصخر في الطبيعة حيث تبدأ في الأسبل من مادة المقمة الموجودة في باطن الأرض عند تعرضها لعوامل تبريد ستتحول إلى صخور النارية وهذه الصخور النارية تحدث لها عوامل تجوية ونقل وترسيب تتحول إلى الرواسب ثم تتحجر هذه الرواسب متحولة إلى صخور الرسوبية وهذه الصخور الرسوبية قد تتعرض لعوامل انصهار فتنصهر وتعاد إلى مادة المقمة الصخور النارية الصخور النارية بدأنا في دراستها لأنها أهم الصخور لدينا حيث تشكل نسبة عالية في القشرة الأرضية تصل إلى 95% كيف تتكون هذه الصخور؟ تتكون الصخور النارية عندما تبرد المادة المنصهرة وتتصلب سواء كانت التبريد كان سريعاً أم بطيئاً ماذا تسمى المادة الأم للصخور النارية؟ يطلق عليها بمادة المقمة حيث أن تتميز مادة المقمة بالحرارة العالية كيف تكونت مادة المقمة؟ إبناء الانصهار الجزئي عند مستويات مختلفة داخل القشرة الأرضية والوشاح العلوي عند أعماق قد تصل إلى 250 كيلو متر وتتصاعد كتلة الصهارة نحو السطح فإذن ما هو السبب في صعود مادة الصهير إلى أعلى؟ بسبب اختلاف الكثافة لأن كثافة الصهير تكون أقل من كثافة الصخور المحيطة بها تتكون الصهارة التي تصل إلى السطح يطلق عليها بمسمى اللاذا أو الحمام البركانية وقد تندفع أحيانا المواد المنصهرة للصدح مكونة ثورانا بركانيا عنيف لكن ليس كل مرة يكون لدينا هذا الثوران العنيف ممكن تنطلق لدينا سيل اللاذا مائع وهادي أنواع الصخور النارية تصنف الصخور حسب أماكن تكونها إلى نوعين أساسيين أولهما صخور البركانية أو صخور طفحية تتكون هذه الصخور على الصفح نتيجة لتعرضها للتبريد السريع فتتكون لدينا بلورات صغيرة الحجم لا ترى بالعين المجردة أو تنعدم وجود البلورات النوع الثاني هو الصخور المتداخلة أو الصخور الجوفية حيث تفقد القدرة على الحركة قبل بلوقها للسطح فتتبلور في الأعماق لا يمكن رؤية الصخور النارية المتداخلة عند السطح إلا عبر عوامل التحرية ويميز الصخور الجوفية أنها تتعرض للتبريد البطيء حيث تتكون لدينا بلورات كبيرة الحجم وترى بالعين المجردة أشكال الصخور النارية في الطبيعة هناك أشكال عديدة للصخور النارية في الطبيعة ما هي هذه الأشكال؟ دعونا نتعرف في الأشكال الموجودة للصخور النارية في الطبيعة في هذا الشكل الذي أمامنا أول هذه الأشكال هو جسم جوفي يتواجد في باطن الأرض يسمى بالباثليث وهو أضخم الصخور النارية وأكثرها اتساعاً وهي تتكون من صخر لقرانيت وصخر لقرانوديورايت وتكون جذور سلاسل الجبال العظيمة تلاحظ عزيزي الطالب في الشكل الذي أمامك مكان وجود الباثليث الشكل الآخر وهو السد السد هو عبارة عن جسم أفقي يتواجد في باطن الأرض ينشأ عندما تجد الصهارة طريقاً موازياً للطبقات الصخرية مكوناً أجساماً أفقية تشاهد عزيزي الطالب مكان السد في الشكل الذي أمامك القاطع هو جسم جوفي يكون بشكل رأسي أو مائل عند تداخله تشاهد عزيزي الطالب مكان وجود القاطع في الشكل الذي أمامك اللاكوليث متداخلات نارية شبيهة للسد لكن الضغط الكبير للصهارة أدى إلى تقوص الطبقات شكل اللاكوليث في الشكل الذي أمامك يشابه المشروع اللاكوليث عكس لللاكوليث حيث يحدث بها تقوص للطبقات السفلية أو السطح السفلي فيصبح على شكل إناء مقعر كما هو موضح أمامك في الشكل أعزائي الطلبة تناولنا في حلقة اليوم العديد من المفاهيم أولها دورة الصخر في الطبيعة ومفهوم الصهارة وأشكال الصخور النارية أتمنى أن أكون وفقت في إيصال المعلومة بشكل سليم نراكم في الحلقة القادمة أستبدعكم الله ومع السلامة اشتركوا في القناة